معنا من بغداد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيد سرمد البياتي سيد سرمد أرحب بك معنا على سكاينوز عربية دائما يعني بالطبع وضع ليس هو الأفضل لكنه شهده العراق مرات عديدة ليست أول مرة تكون هناك تهديدات من جماعات مسلحة خارج عن القانون ويتعهد رئيس الحكومة بالتصدي لها لكن هذا التهديد ومع الرد الذي غرد به سيد القاظمي بالمواجهة الحاسمة بين قوسين إن اقتضى الأمر ما السيناريوهات هذه المواجهة التي نتوقعها هذه المرة السيناريوهات المتوقعة قد تكون حملة اعتقالات واسعة في هذا الموضوع وأنا أرى أن العراقيين يوم أمس أمضوا ليلة طويلة لأن كانت الاشتباكات ممكن أن تحصل في أي لحظة لو لا الميل إلى التهدي سواء من طرف الفصيل يعني من طرف عصائب أهل الحق أو من طرف الدولة لكن أنا أرى أن موقف الدولة كان يوم أمس موقفا قد نراه مختلفا قد نراه مختلفا بعض الشيء عن مواقف السابقة لأنهم كانوا مصرين على المواجهة وذكروها سواء رئيس وزراء أو بعض من مستشاريه المهمين جدا قالوا لا ليس هناك إطلاق صراح ولا تفاوض ولا تسليم اليوم أضافوا عليها فقرة أخرى ولا تسليم للمعتقل إلى أمن الحجد المعتقل سيبقى وسيحال إلى القضاء طبعا هو ليس معتقلا واحدا لكن المعتقل الذي أثيرت الضجة عليه سيحال الموضوع إلى القضاء من هو هذا المعتقل؟ هل معلوم؟ قيس الخزعلي سيد قيس الخزعلي غرد الصور اسمه حسام الزيرجاوي الزيرجاوي اسمه الصور حسب ما تم تداوله العصائب يقولون أنه مجرد إنسان بسيط وسائق لكي نأخذ التصريحات من الجانبين ونحلل ما جرى الفصيل يقول بأن هذا مجرد سائق لا أكثر ولا أقل ليس له علاقة بأطلاق الصواريخ وأن هناك ضغوط أو مرست عليه انتهاكات معينة من أجل أن يعترف بهذا الشيء لا الحكومة لها رأي آخر وتقول ربما هو ظالع بشكل كبير بموضوع أطلاق الصواريخ لذلك صار هذا الشد على اعتبار أنه الفصيل يقول هذا الشاب تعرض إلى الظلم بينما الحكومة لديها تحقيقات كاملة وإثبات كاملة على اشتراكه في هذا الموضوع هنا بدأ الاشتباك العصائب هددوا هددوا بأنه سيذهبون ليحررون هذا المعتقل وهذا الموضوع أدى إلى نزول كميات كبيرة من المكافحة الإرهاب والفرق الخاصة والجيش العراقي هذا يعيد إلى الأذهان سيدة البياتي مواجهة أخرى أيضا كانت تمت عندما تم اعتقال 14 فردا من كتائب حزب العراقي بعد أيضا استهداف منشآت أمريكية ولم ينتهي الأمر إلى شيء السيد القاظمي أشار في تغريدته إلى انتظاره للتحقيقات وقرار القاضي في كل مرة تحدث فيها هذه العمليات ويتم القبض على أشخاص لا تصدر أي إجراءات عقابية رادعة لهم يعني هذه ثاني مرة أرى بأن موقف الدولة في هذه المرة كان أشد ضراوة وقساوة من موقفها السابق هذه المرة أيضا مررت يعني في صراحة يعني احنا بالعراق نقول الأولى والثانية الثالثة يعني الثالثة قد يعني فيه توقع قد لا تمر بسلام قد لا تمر بسلام الثالثة لأنه الوضع اللي يعني رأيناه يوم أمس كانت الدولة متحفزة لإجراء معين يعني لإجراء معين لكن نزعت فتيل أزمة من خلال تغريدات مثلا محمود الربيعي الناطق باسم الهيئة السياسية العصابة الحق وكذلك دكتور نعيم العبودي أيضا ذكروا بأن هذه الأفلام التي صدرت من العصاب هذه أفلام قديمة فيديوهات قديمة وليست تابعة لنا ونحن مع الدولة وكذلك اليوم سيد قيس القزع للأمين العام لحركة العصاب غرد اليوم الصبح تغريده وقال أنه المعتقل هذا مظلوم تعرض للظلم ذكره بصورة واضحة وهو الشخص الأول المسؤول عن هذا الفصيل تعرض للظلم لكن نحن مع الدولة ودائما نحن إلى جانب الدولة هذه التغريدات يعني تعطي رسائل معينة بأنه قد لا تكون لو حدثت لا سامح الله أي شيء أو اشتباق قد لا يكون بجانب هذا الفصيل لأنه الدولة يوم أمس أظهرت قوتها بشكل يعني إحنا أهل بغداد يعني شفنا كان تفتيش جدا قوي العجلات اللي نزلت في الشارع يعني كان كان استعراض قوة قوي حقيقة نعم شكرا جزيلا لك الخبيف شؤون الأمنية والاستراتيجية سيد سرمد البعيات